موسيقى ففيش جزئية صغيرة في سفر الرؤية هتشوفها إلا وهتلاقي إعلان معين عن شخص المسيح موسيقى للوقت صرت في الروح يعني ما خدتش من وقت على ما جات له الدعوة بالسرعة صار في الروح ورأى العرش والجالس على العرش أكيد القدس وحنة صار في حالة عجيبة حالة هيمنة الروح القدس عليها هيمنة الروح القدس عليها في رؤية واحد في صحاح واحد عدد عشرة قال كنت في الروح في يوم الرب وسمعت ورائي صوتا عظيما قصود بوك ودلوقتي في عدد اثنين من أسحاح أربعة يقول للوقت صرت في الروح وإذا عرش موضوع في السماء ناس كتار حبوا يشرحوا معنى للوقت صرت في الروح فقدوا ليها تفسير كثيرة بعض الناس قالوا أن القدس وحنة وهو في بطمس وهو لسه على الأرض ربنا أعطاه بصيرة روحية يرى المناظر السماوية فهي رؤية إلهية ده بعض الناس القدس زي ما حدث مع استفانوس استفانوس كان على الأرض وكان في وعيه وكان بترجم وكان تحت الرجم بالطوب وكان قريب من الموت ولكن في أعمال سبعة خمسة وخمسين ستة وخمسين يقول أما هو فشخص إلى السماء يعني بص للسماء فوق وهو ممتلئ من الروح القدس فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله فقال ها أنا أنظر السماوات مفتوحة وإمن الإنسان قائما عن يمين الله هذه حدثة من الحوادث حصلت أنه امتلأ من الروح ورفع نظره بس لقى نفسه شايف العرش وشايف ربنا يسوع المسيح عن يمين الله فرؤية أو انفتاح للبصيرة لرؤية السماء في كرونسس التانية اتناشر عدد اتنين لاربعة بيقول أعرف إنسانا في المسيح قبل أربعة عشر سنة إنسانا في المسيح يعني إنسان عايش في وحدة مع المسيح حسب نموس حسب نموس رب يسوع وصيه أعرف إنسانا في المسيح قبل أربعة عشر سنة قفل جسد لست أعلم ده بيكلم عن نفس بيقول قفل جسد لست أعلم أم خارج الجسد لست أعلم الله يعلم يعني أنا متأكد لو سألت هذا السؤال للقديس يوحن تقوله يعني إيه للوقت صرت في الروح وإذا جالس على العرش وإذا على العرش جالس إذا عرش الموضوع في السماء وعلى العرش جالس لو أنت سألته ده حصل لك إزاي وإيه اللي حصل عشان تتنقل النقلة دية وتشوف المنظر ده هيقولك نفس اللي قاله القديس بوليس الرسول لست أعلم أفل جسد لست أعلم أم خارج الجسد لست أعلم وأعرف هذا الإنسان أفل جسد أم خارج الجسد لست أعلم الله يعلم أنه اختطف إلى الفردوس وسمع كلمات لا ينطق بها ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم به ده لاحظ كمان أن قديس بوليس الرسول لما قال على خبرة خبرة دخوله اختطافه للفردوس كان للفردوس لمجرد السماء التالت ما بالك لما واحد دخل إلى السماء عينها حيث عرش الله هي بعرف إزاي هي بعرف إزاي والأكتر من كده لما رجع القديس بوليس الرسول قال بل كما هو مكتوب ما لم تره عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما عده الله للذين يحبونه مش عارف يشرح بالضبط بالضبط زي ما القديس يوحنة رجع كتب لنا سفر الرؤية كل الرموز كل رموز حاسين أنه كل رموز ليه؟ قال لك لأن اللي أنا شفته ده حاجات لم تخطر على بال إنسان لم تراها عين ولم تسمع بها أذن ولم تخطر على بال إنسان فإزاي حيمن عليه الروح القدس ودخل للعرش لست أعلم لكن اللي عرفه إنها كانت قوة الروح القدس وده اللي قاله القدس بوليس الرسول أيضا في قرونسس الأولى في عدد عشرة بيكمل كلام قال فأعلنه الله لنا بروحه لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله حتى أعماق الله أعلنه لنا الله بروحه لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله فكل اللي شافه القديس يوحنى كان أعلن من الروح القدس إزاي لست أعلم ولكن هو كشف من الروح القدس وهذا الكشف يلهب قلبنا أن نحن نفكر فوق في السماء زي ما بيقول القديس بوليس الرسول في كلوسي 3 في عدد واحد الأربعة إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما هو فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله اهتموا بما فوق لا بما على الأرض لأنكم قد مدتم وحياتكم مستطرة مع المسيح فالله متى أظهر المسيح حياتنا فحيناز تظهرون أنتم أيضا معه في المجد حباء المجد اللي شافه القديس يوحنى هو مجد معدلينا كلنا لأن في ظهور الرب الثاني في مجيه الثاني هيخدنا كلنا لهذا المجد السماوي عدد أربعة واحد الآية رقم واحد في صفر الرؤية اصعد إلى هنا فأريك ما لابد أن يصير بعد هذا كثير من المفسرين ومن الكتاب اعتبروها أنها بتتكلم على اختطاف الكنيسة فبيقولوا كلمة اصعد إلى هنا فأريك ما لابد أن يصير بعد هذا المفسرين بيقولوا أنها كانت موجهة للكنيسة مش موجهة ليوحنى بس لكن هي الحقيقة كانت موجهة ليوحنى مش موجهة للكنيسة كلها في الوقت ده لكن المشكلة في هذا التفسير أنهم خلطوا موضوع اختطاف الكنيسة للسماء مع بعض الأفكار الخطأة الكثيرة بيقولوا أن بداية من عدد واحد في صحاحة أربعة الكنيسة تخطفت للسماء وكل الحاجات اللي جاية بعد كده في صفر الرؤية لغاية صحاح 19 ما تخصش الكنيسة خالص لكن تخص اليهود والأمم والمسيحيين غير المؤمنين غير المؤمنين إيمان حقيقي وبكده يبقى إيه؟ حرمونا من نعمة صفر رؤية أو غالبية صفر رؤية كأنه مش بتاعنا هم بيقولوا أن الكنيسة اتخطفت في عدد أربعة واحد وده بيشير إلى مجيء سري للرب يسوع يخطف فيه الكنيسة قبل سبع سنين الضيقة العظمة فلما يخطف الكنيسة قبل سبع سنين الضيقة العظمة تبقى الضيقة العظمة الكنيسة مش هتعبرها أما بقول الكنيسة بقصد المؤمنين الحقيقيين وقالوا فترة الضيقة العظمة دي تبقى على إسرائيل أو اليهود والأمم اللي ما أمنوش بالمسيح والمسيحيين غير الحقيقيين يعني كانوا مسيحيين شكليين عشان يتوبوا يبقى ليهم فرصة تانية قبل المجيء التاني للرب يسوع طبعا هذا الكلام مش مظبوط لأننا لو قلنا فيه مجيء سري للمسيح وفيه مجيء بعد كده في يوم القيامة يبقى المسيح كان ليه ثلاث مجيئات المجيء الأول بالجسد والمجيء الثاني مجيء سري والمجيء الثالث هو مجيءه يوم القيامة وهذا الكلام غير موجود في الكتاب المقدس بالطريقة دي لأنه زي ما قلتلكم معنا كده أنه كل موضوع الختوم والأبواق والجماعت اللي هنسمع عنه في سفر رؤية احنا ملناش دعوة بيه احنا مسيحيين وربما نقول احنا مسيحيين حقيقيين وهنتخطف ملناش دعوة بالكلام ده طبعا الكلام ده مش مظبوط علاوة على كده أنه مفيش حاجة اسمه المجيء السري للرب يسوع في الكتاب المقدس لأن كتاب المقدس فيه أكتر من شاهد قال أنه مجيءه هيكون أمر علني ففي رؤية واحد سبعة هو زي يأتي مع السحاب وستنظره كل عين يبقى حكاية المجيء السري دي طبعا بتوع الشهود يهوى قالوا هذا الكلام وقالوا أن المسيح هيجي سنة 1914 وبعدين الناس سألوهم قالوا لهم فين المسيح يعني ما جاش سنة 1914 يعني المملكة بتاعته قالوا لهم ما هو جه بس كان مجيء سري قالوا لهم جات فين دي في الكتاب المقدس أما بيقول هيأتي مع السحاب وستنظروا كل عين والذين طعنوه وينوح عليه جميع قبائل الأرض رؤية واحد سبعة وفي إنجيل القديس متى 24 فعدد 23-26 يقول قال لكم أحد هوزع المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا لأنه سيقوم مسحاق كذبة أنبياء كذبة ويعطون آيات عظيم وعجاب حتى يضلوا لو أمكن المختارين أيضا ها أنا قد سبقت أخبرتكم فإن قالوا لكم ها هو في البرية فلا تخرجوا ها هو في المخادع فلا تصدقوا المسيح مش هيجي في حتة سر مش هيجي في برية سرا ومش هيجي في مخدع سرا ولكن مجيءه هيكون معلن لكل الناس مشكلة هذا التفسير أيضا إنه بيفصر موضوع الحكم الألفي تفسيرا خاطئا وده برضو من أحد الموضوعات اللي هنتكلم فيها بنعمة ربنا لما هيجي الرب يسوع في مجده ومجد أبيه ويجي زي ما قال معلمنا برسل رسول في تسالونيكي الأولى 4.15-17 قال أن الرب نفسه سوف ينزل من السماء بختاف يعني هيجي بالصوت عالي بالصوت رئيس ملائكة وبوق الله والأموات سيقومون في المسيح أولا الأموات في المسيح سيقومون أولا يعني في مجيء الثاني الأموات هيقوموا في الأول ثم يعني ما أقدرش نقول المسيح جاء إلا لما نشوف الأموات في المسيح قاموا لما تلاقوا ناس ميتين قديسين آموا من الأرض أعرفوا أن نحن في توقيت صح لأنه بيقول كده الأموات في المسيح سيقومون أولا ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحاب لملاقات الرب في الهواء هكذا نكون كل حين مع الرب فالأحياء الباقين مش هسبقوا الراقدين والرب هينزل بهتاف بصوت رئيس ملايكا وبق الله مش مجيء سري والأموات هيقوموا أولا والأحياء القديسين هيخطفوا مع القديسين اللي قاموا ليكونوا مع الرب في كل حين فالآية أربعة واحد في سفر الرؤية إصعد إلى هنا صحيح بتشوّقنا إلى وقت مجيء الرب يسوع واختطافنا جميعا معه لنكون معه كل حين ولكن لا تشير إلى موضوع الاختطاف لأن ده غير صحيح حسب فكر الكتاب المقدس عدد واحد في إصحاح أربعة صار موضوع تفسير متعددة جدا فبعض الناس قال إنه ما بين عدد واحد وعدد اثنين بيتكلم على اختطاف الكنيسة يعني هو بيقول بعد هذا نظرت وإذا باب المفتوح في السماء والصوت الأولى الذي سمعته يتكلم معي قال إصعد إلى هنا فأريد فأريك ما لابد أن يصير بعد هذا طبعا الدعوة كانت جاية ليوحنة وده خالص لكن هما بعض الناس قالوا إن الدعوة دي ما كانتش ليوحنة بس كانت لكنيسة كلها إن ربنا بيقول الكنيسة أو بيقول يعني المسيحيين الحقيقيين إصعدوا إلى هنا فهنا حصل الاختطاف وبعدين بيقول الوقت صرت في الروح وإذا عرش الموضوع في السماء وعلى العرش جالس فبيقولوا بقى الفترة اللي بعد كده إن الكنيسة راحت فوق في السماء في الفردوس وإن الكنيسة وقاصل بالكنيسة يعني المسيحيين الحقيقيين اتخطفوا وسابوا على الأرض اليهود وسابوا على الأرض الأمم غير المؤمنين وسابوا على الأرض المسيحيين غير الحقيقيين وبعدين بيقولوا إن بعد كده تحصل ديقة سبع سنين سموها ديقة العظمة مدة سبع سنين للناس الموجودين على الأرض ففيه ناس من الموجودين على الأرض هيتوبوا وفيه ناس يرجعوا وبعد كده يجي المسيح تاني مع الكنيسة ويبقى المجيء التاني وتبتدي الدين وفيه نونة نحن نحن نختلف مع هذا التفسير في حاجات كتيرة بنختلف إنهم بيقولوا إن المسيح هيجي سرا ويخطف المسيحيين الحقيقيين ويسيب بقى الناس ما فيش حاجة في الكتاب المقدس بتقولوا إن المسيح هيجي سرا وبنختلف في فكرهم على سبع سنوات اللي سموها الضيقة العظمة واقتبسوها من سفر دانيال وبنقولهم السبع سنوات دية درسناها في سفر دانيال وكانت كلها تخص حياة الرب يسوع والخلاص اللي تم مع الصليب في نص المدة والعهد اللي عامل الرب يسوع في نص المدة فالسيناريو اللي هم عاملينه سيناريو مش مظبوط وبعدين ابتدوا طلعوا كتب كتيرة قوي وأفلام كتيرة خالص ولعلم المشهور منها السلسلة بتاعة Left Behind مش عارف طلعوا حوالي يمكن اتنشر كتاب أو حاجة زي كده واتوزعت بملايين النسخ بملايين الدولارات وبعدين عملوا فيلم على أول كتاب اللي هو فيلم Left Behind وحاولوا يصوروا الموضوع حسب الفكر بتاعهم ففي الفيلم بتاع Left Behind والكتاب Left Behind بيصوروا مثلا ان في طيارة كانت طايرة وبعدين والطيارة طايرة فوجؤوا يلاقوا واحدة تلاقي جزها خدومه موجودة لكن هو مش موجود لأن هو كان مسيحي حقيقي وهي مش مسيحية حقيقية فاتخطف وسب وفي الطيارة دي واحدة بتدور على عيالها وما لقيتش عيالها لأن عيالها أطفال أبرياء مسيحين حقيقيين وهم وبعدين الدنيا ترابكت في الطيارة واللي حصل في الطيارة دي حصل في الطيارات تانية إن الطيارات في طيارات فيها طيارين بعض الطيارات فيها طيارين فيها مسيحيين حقيقيين فالطيار تخطف وتثبت الطيارة من غير طيار ففي طيارات تبتدى الطع وبعدين في الموصلات تحت اللي راكبين عربيات كل اللي راكب عربية وكان مسيحة حقيقي اتخطف فالعربيات بات بتمشي لوحديها والاطارات تمشي لوحديها والاطارات تدخل في بعض والعربيات تدخل في بعض حصل يعني كيص في الدنيا يعني وحتى يعني احد الطيارين كان يعني على علاقة مش كويسة مع المضيفة وبعد كده لما حصل اللي حصل ده واضطر رجعوا الطيارة للمطار بتاع شيكاغو وبعدين روح بيته فبدور على مراته لقى البجاة مع السرير هو ما لقاش ولقى ابنه برضو هدومه على السرير هذا الموضوع مش بس ليفت بهايند فيه برضو جراند جيفري برضو عمل حاجات زي كده يعني حاب يتفرج على افلام يقرى الكتاب بتاعه يعني مثلا لما يقولك الجراد وازنابه كالعقرب وبتاع فقال دي الطيارات الاليكوبتر الاباتشي بس شافها يوحنة بس تفكرها جراد كبير ومعرفش ايه دي الانبالة النووية ومعرفش ايه فالعملية الحقيقة ضغطت خالص وخرجت سفر الرؤية من موضوع يخص خلاص الانسان ومن موضوع يخص عمل الله وخلاصه في شخص ربنا اسوع الى موضوع مغامرات وافلام بوليسية وحاجات زي كده في افلام كتيرة تعملت في هذا الموضوع انا بقول لكم الحاجات دي لان الحاجات دي موجودة وممكن يكون ولادكو بيعروح اهو جايز حد منكو يلاقيها للأسف في كتب في بعض الكتاب ناعل الحاجات دي وترجمها بالعروي فعشان تعرفوا ايه صح وايه الغلط في هذا الموضوع اه وبرده دمسوا موضوع ضد المسيحة والدجال واحنا كنا تكلمنا عنه في سفر دانيال بطريقة غير كتابية اولا حكاية ان الكنيسة تتخطف وما تعبرش الضيقة العظمة والضيقة تبعى لالناس التانين تحت في الارض والكنيسة مش موجودة دي مش في كتاب المقدس لانه الكتاب المقدس بيقول انه بضيقات كثيرة ينبغي ان نتفل ملكوت الله وكنا ولاد ربنا مش معناها ان احنا معفين من الضيقات او مش معناها ان احنا من مورش بالضيقات يوحان نفسه اللي شاف سفر رؤية هو نفسه كان في ضيقة من اجل ملكوت الله وشهدت يسوع المسيح وكان نفسه من في في بطنس تلت فيت يا داخلوا ضيقة صحيح ربنا انقذهم لكن داخلوا ضيقة دانيال دخل في جبل اسود بس ربنا انقذه سوسنة العفيفة داخلت في ضيقة الاباء الانبياء والشهداء والقدسين كلهم داخلوا في ضيقات فكنا ولاد ربنا مش معناها ان احنا نعفى من الضيقات مش معناها ان احنا نطمن الناس ونقول لهم متشغلوش بالكو بالمكتوب في سفر رؤية ده ما يخصكوش لانه انت هتبقى واتخطفت وروحت السماء ومفيش حاجة من ده كله هتشوفوه لا الضيقات هتبقى موجودة وموجودة على مرة العصور معرفش لي ركزوها في سبع سنين يعني احيانا الناس تمر بضيقة في يوم الايام تبضيقة عظمة جدا في انجلي القديس متى اربعة وعشرين اتنين وعشرين اربعة وعشرين بيكلم ايه رب يسوع بيقول لو لم تقصر تلك الايام لم يخلص جسد ولكن لا اجل المختارين تقصر تلك الايام بيكلم عن ايام الديقات فلما بيقول لاجل المختارين تقصر تلك الديقات معناها ان المختارين ايه هيمروا في الديقات لانه سيقوم مسحاق كذا بانبياء كذا ويعطون ايات عظيمة وعجاب حتى يضلوا لو امكن المختارين ايضا وبعدين في سفر الرؤية في سخح ثلاثة في عدد عشرة يقول لي ملاء كنيسة ساردوس يقول له لانك حفزت كلمة صبري انا ايضا ساحفزك من ساعة التجربة العتيدة ان تأتي على العالم كله بتجرب الساكنين على الارض يعني هيبقى موجود بس رباني هيعمل له ايه ها هيحفزه هيحفزه اشتركوا في القناة